الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتماع رئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة تناول الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فضلا عن استعراض الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي استمر الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني في إنهاء إنشاء وتسكين مخيم الإيواء الثاني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وأوضح مصدر مطلع أن مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين ومستشفى ميداني داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة وذلك ضمن استجابة الهلال الأحمر المصري للأحداث بقطاع غزة حيث سيوفر المخيم كافة الاحتياجات الإغاثية والغذائية والطبية للمقيمين تستعد القاهرة لاستضافة جولة مفاوضات أخرى غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الدوحة تضغط بقوة من أجل الموافقة على الاتفاق الذي تم طرحه في باريس بين حماس وإسرائيل مضيفا أنه لا يوجد اتفاق بين الجانبين حول أي من القضايا الرئيسية المرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة لكنه أعرب عن تفاؤل بلاده بخصوص محادثات الوساطة طالب كل من أمير قطر الشيخ اتميم بن حمد الثاني والرئيس الفرنسي منوال مكهان بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وخلال اجتماعهما بقصر الإليزي شدد أمير قطر والرئيس الفرنسي على معارضة أي هجوم على رفح وأكد الجانبين ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة وخلال الجلسة قال المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن الصمت الدولي بمثابة منح رخصة لتجويع وقتل الفلسطينيين داعيا مجلس الأمن للتحرك لوقف إطلاق النار بشكل عاجل من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة في شمال غزة وأوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو لمجلس الأمن الدولي أنه ما لم يحدث أي تغيير فإن شمال غزة سيواجه مجاعة وشيكة حيث لم تتمكن أي منظمة إنسانية من تقديم المساعدات منذ الثالث والعشرين من يناير الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة سبع آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطع غزة كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية وفاة جنديين من أصل ثلاثين أصيبوا بفطريات سامة خلال الحرب في غزة أعلنت القيادة المركزية إسقاط خمس مسيرات هجومية تابعة لقوات الحوثي بالبحر الأحمر من جانبها أفادت وسائل إعلام حوثية باستهداف غارات أمريكية بريطانية لمواقع في جزيرة لبوان بمحافظة الحديدة كما أشارت مصادر يمنية إلى وقوع غارة جوية أمريكية على منطقة الجاح الساحلية جنوب الحديدة وسط تحليق مستمر للطيران عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول دور جمعيات المستثمرين في تنمية المجتمع ناقشت الورشة البحث عن صياغة مظلة لتوفير الدعم والتمويل من خلال الشركات الخاصة والمستثمرين للجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمع في المحافظات خاصة في الدوائر المحيطة بأماكن الاستثمار انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل